قالت المديرة التنفيذية لسندوق النقد الدولي إن بعضا من الدول الأكثر فقرا في العالم ودول الأسواق الناشئة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة لديونها في المستقبل واعتبرت مديرة السندوق أن الاكتفاء بتجميد مدفوعات الدين ربما لن يكون كافيا للدول التي تضررت اقتصاديا من تداعيات أزمة كورونا مشيرة إلى أن عددا صغيرا من الدول التي تحمل أعباء ديون مرتفعة من المرجح أن تحتاج مساعدة في المستقبل وصرف صندوق النقد الدولي حوالي 260 مليار دولار من قدراته للإقراض البالغة تريليون دولار في هذه المرحلة وقدم حتى الآن تمويلا طارئا إلى 63 من 103 دول طلبت المساعدة منذ أوائل آذار الماضي